في إطار المساعد السياسية التي يقوم بها مسؤولي الحركة الوطنية للإنقاذ فقد التقى النائب الثاني للأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ جام بيرنار باداري قال إن مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ ما ذال في حزن منذ وفاة الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ مشير جاد إدريس ديبي إتنو مذكراً المناضلين بالإنجازات التي حققها المشير الراحل وتضحياته من أجل ضمان الحرية والديمقراطية كما دعا جميع المناضلين إلى المساهمة في تطوير الحزب بحر الدين هارون النائب الثالث للأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ المكلف بالتعبع أشار إلى أنه منذ وفاة مشير شات إدريس ديبي إتنو لم يأتوا إلى ولاية شار الأوسط لمناقشة جميع المسائل التي تتعلق بالساحة السياسية ووضع استراتيجيات لتنفيذ مطالب الحركة الوطنية للإنقاذ وأثناء اللقاء تداخل بعض مناضلي ومناضلات حزب الحركة الوطنية للإنقاذ مؤكدين وقفهم ومساندتهم للحزب من أجل تحقيق الأهداف السياسية التي وضعها مشير شات إدريس ديبي إتنو الرئيس المؤسس للحزب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر